ما أجمل أن يكسب الرجاء بطاقة العبور إلى ربع النهاية على حساب الوداد في الدرب العربية الدرب البيضاوي وما أعظم أن يأتي التأهل بعد عودة دراماتيكية مثيرة عاد رجاء الشعب من بعيد ليحلق في سماء مركب محمد الخامس بعد أن كان متأخرا بأربعة أهداف لهدف ليعادل النتيجة في الرمق الأخير بأربعة أهداف لأربعة في مباراة الأهداف الثمانية ويتأهل بأفضلية التسجيل بعدد أكبر من الأهداف في ملعب الخصب بعد التعادل بهدف لهدف في لقاء الذهب اشتركوا في القناة بعد أن رفعت جماهير الوداد والرجاء الستارة على درب العرب في إيابه الفاصل والحاسم بلوحات فنية تعجز كل وصف وبأناشيد حلوة العزف وبتفهات أرسلت أجمل وأبهى الصور جاء الدور على الفرسان الحمر والنسور الخضر لتأثيث فضاء هذه الاحتفالية الكروية العربية الجميلة لم يحتر زوران مدرب الوداد في التغطية على الغيابات وإن كانت وازنة فقد استقر على تشكيل يتطابق مع مخططه في المقابل لم يحدث جمال السلام المدرب الجديد للرجاء الكثير من التغييرات على تشكيل الخضر المباراة التي أدارها الحكم المصري محمود البنة جاءت جولتها الأولى من دون مقدمات وبلا حاجة لجس النبض جاءت الجولة الأولى مشتعلة باستحواذ كبير للاعب الرجاء الذين أتيحت لهم فرصتان الأولى في الدقيقة السابعة من ركنية تصل الكرة إلى العميد بنون الذي يغمزها لكن حارس الوداد التكناوتي يبعد الكرة بمساعدة مدافعيه عن خط المرمى والثانية في الدقيقة التاسعة كرة ترسل في العمق لسفيان رحيمي الذي يسدد جانبا هذا الضغط الرجاوي الذي لم يثمر شيئا ورد عليه الوداد بصورة قوية من أول مرتدة سريعة يتلاعب اسماعيل الحداد بمدافع الرجاء ليسقط من الدويك ويشير الحكم المصري البنى لنقطة الجزاء التي سيتقدم منها ناهيري للوداد بهدف جميل في الدقيقة الثانية عشر ما جاء بعد تقدم الوداد انتشار كبير للرجاء وضغط قوي أثمر مجموعة من الفرص الثانية للتسجيل نناح ينهي حملة رجاوية منظمة بتسديدة في يد التكناوتي الذي يعود ليبعد الكرة ببراعة إلى الركنية تسديدة قوية لفابريس نقوما اللجوء للتسديد من بعيد هو خيار لعب الرجال القفزي على الجدارات الدفاعية للوداد ومحسن متولي يرسل في الدقيقة الرابعة والثلاثين قذيفة يبرع التكناوتي رجل الجولة الأولى في إبعاد الكرة للركنية التي لم تأتيك غيرها بأي ومضة خضراء لتنتهي الجولة الأولى بتقدم الوداد بهدف ناهيري على نفس منوال الجولة الأولى جاءت الجولة الثانية باندفاع رجوي رهيب وبالوصول للدقيقة التاسعة والأربعين ينجح الرجاء في إيجاد الطريق للمرمى متولي العميد ينفذ لمنطقة العمليات ويسقط من كمارة ليحتسب الحكام المصري ضربة جزاء واضحة منها تعادل متولي للرجاء لتعود المباراة لنقطة الصفر هل يعودون برسل الكرة يا ربا الترفيم يعودون إلى مترج المكانة إلا أن ما سيأتي بعد ذلك سيكون ضربا من الجنون في أول رد فعل للوداد أيوب الكعبي يهدر فرصة في الدقيقة الثانية والخمسين ثم تلوح فرصة بعدها بدقيقتين لرحيمي الذي يسدد إلا أن التكناوتي نجح في إبعاد الكرة عن مرمى الدقيقة السادسة والخمسون يبرز نجم العائد أيمن الحسوني الذي عوض المكوك الحداد ويتمكن من استعادة التقدم للوداد برأسية جميلة لم تترك أي حظ للحارس سجل المدرب سجل المدرب دخل أيمن الحسوني الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ذلك أن الوداد واصل إدقانه للمرتد الدقيقة الثامنة والخمسون الحسوني يهدي كرة جميلة لأيوب الكعبي الذي يتلاعب بمدافع الرجاء ويسجل الهدف الثالث للوداد إنهم بهذا اللقب إنهم بهذا الانسن الوينر ليس لقبا فقط ويواصل التكناوتي عروضه المميزة ويجهض فرصة لجبروت في الدقيقة التاسعة والستين وبعقاب سريع من الوداد على إهدار الرجاء للفرص يسجل الوداد هدفا رابعا في الدقيقة الثانية والسبعين بواسطة بديعك بعد تمريرة حسمة من أيمن الحسوني هل تظنون أن الأمور حسمت وأن هيتشكوك اختفى عن الأنظار قاطعا لا لأن ما سيأتي سيخلد هذا الديربي في الذاكرة إذ أن الرجاء حققر منتادة تاريخية في أقل من عشرين دقيقة الدقيقة الرابعة والسبعون الرجاء يقلص الفارق بتوقيعه هدف ثاني بواسطة البديل حميد أحداد الذي أكمل الكرة للمرمى من تمريرة مليمترية لأنس جبرون الدقيقة الثامنة والثمانون الشيخ كمارا يتسبب في ضربة جزاء ثانية منها وقع متولي بطريقة بنينكا الهدف الثالث للخضر والهدف الشخصي الثاني له ومحسن متولي للرجائيات للرجائيات يا ربا يا الله لم تنتهي بعد وكاد الزنيتي يقضي على أمال فريقه الرجاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع كرة يفتكها منه الكعبي إلا أنه لا يفلح في التسجيل الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع خطأ جانبي للرجاء متولي يرفع الكرة ورأس ملانغو يسجل الهدف الرابع هدف التأهل لدور الثمانية لينتهي إياب العرب الإياب الجنوني والملتهب بدموع الفرح والندم